ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاولى العداء دي هناخد النهاردة هناخد كل ما يتعلق بكلمات ونحل علىها سئلة ونشرح بالتفصيل ونحل علىها سئلة وكمان هنتعرف على اسهل طريقة لحل سؤال المحادسة والبراكراف وهنحل على ده كله سئلة ونقول السبب بتاع الحل كل ده اكثر معنا نهاردة خليكم معنا بعض الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس تعلمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة من تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله ولما كنت شك في الفيديوهات الفات من شرح كتاب المعاصر للصف الاولى الادادي او حتى كتاب جيم هسيب لك رابط قائمة التشغيل هيظهر فعلى شاشة انا بكلم او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او ثابت لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو نبدأ بقى مع لسونز ثري ان فور ان شاء الله هناخد تكملة الوحدة كلها نهاردة بإذن الله نورى كل كلمة طبعا زي ما اتفعنا مرتين او الحاجة children's story children's story painting painting scary scary brave brave strange strange blog post blog post العمد العالمين السيتش هنا انطاكي يبقى character character guess wonderland wonderland paint paint frightened frightened sensible sensible نحن لها طبعا الجزء بقى الخاص بايه بوب كويز يعني سؤال سريع كده على ايه على الجزء الخاص بقام الكلمات اول حاجة هنا بيقول لي بيجاب لي كلمات طبعا فلسطة خمس كلمات واربع جمع danger يعني خطر brave شجاع frightened خائف sensible والحاكم او عائق او عقل strange غريب number one and what person is happy to do something dangerous شخص مين بقى اللي بيقى سعيد وصفوه يعني لما بيعمل شيء خطير طبعا الشخص ده من شجاع ولا الشجاع ده اصلا بيقى بيعمل حاجة خطيرة بيقى تتبعي number one تمام number two and what person makes good decisions بيتخذ قرارات صائبة يبقى ده مين sensible حاكم والعقل تمام number three علي is very not of dogs علي يعتبر ايه جدا من الكلاب طبعا ايه frightened خائف جدا number four wonderland was a place but it was interesting طبعا wonderland ده ما كان ايه لكنه شيء قومت طبعا ده مكان strange مكان غريب number four تمام نكمل الكلمات في لسن 3 و 4 learning man 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 chick chick ما عمده العليمين love love هي فن ال f يا مصر مع هل جي ايتش بانطقه في اخر كلمة f زي كلمة ديات love shout shout true story true story decisions decisions notebook notebook تصرفات العفعال الغير منتظمة swim swan swam begin began begun understand understood understood الكلمة والعكسة words والopposites brave اللي هي شجاع عكسها cowardly جبان able قادر عكسها unable غير قادر بالنسبة للتعريفات الناس بتسألنا بتقول نحفظ التعريفات لا ما نحفظهاش انا عايز احفظ كلمة الاساسية وافهم التعريف تمام angry اللي هي غاضب طبعا هنا تعريفها very cross اللي برضو cross معناها غاضب ماضب جدا brave شجاع not easily frightened يعني ما بيخافش بالسهولة blog is our site اللي طبعا مدونة على الانترنت هي is our site يعني موقع on which someone writes شخص بيكتب regularly بيكتب عليه بانتظام it's like an online diary زي المدونة على الانترنت يعني character a person in a book or a film الشخصية اللي موجودة في الفيلم او كتاب بنقول عليها character clever ماهر good at learning things يعني جيد في تعلم الأشياء نكمل التعريفات late arriving after the correct time يعني بيوصل طبعا بعد الوقت الصحية متأخر يعني بعد كده scary مخيف something that makes you feel frightened شيء بيجعلك تخاف sensible يعاقل أو حاكين thinking carefully so that you do the right thing يعني بيخليك تفكر بحرص لك ايه لكي ايه تصالي انت تفعل الشيء الصواب twice لو مرتان يعني two times بعد كده general notes ملاحظة عمبا أول حقا كلمة because دي طبعا بيجعورها جملة كاملة معنها لأن طبعا بيجعورها فاعل وفعل فمثلا لما أقول أحمد is good at basketball أحمد جيد في كرة السلة ليه بقى because he is tall and fast لأنه طويل وسريع طيب نوت الثانية ايه الفرق بين كلمة another وكلمة other another طبعا بيجعورها اسم مفرد وother بيجعورها اسم جامع another هنا معنها آخر I can see another boy أنا أستطيع أن أرى ولد آخر طيب other هنا معنها آخرون I can see other boys خلي بيجعورك بقى يبقى another فاكر كلمة الآن لما تجعب المفرد علمها بدي بقى another يبقى مفرد وراها other يبقى وراها جامع لنجل لحظة الثالثة interesting و interested interesting ديت معنها شيك أو رائع ديت بتوصف الأشياء أو الأشخاص تمام يقول لك she meets a lot of interesting characters هي قبلت شخصيات رائعة she thinks that تعتقد أن wonderland is interesting wonderland ما كان شيك ومخير طب interested interested بقى بديت صفة بس هنا بيجعورها إما اسم إما فعل في I-N-G ومعنها مهتم ب بيجعورها حرف جرع إن يقول لك she is interested in history هي مهتمة بالتاريخ she is interested in reading novels مهتمة بقراءة روايات يبقى لأولانية interested in جي وراها history بتاريخ ديت اسم طب هنا interested in التانية جورها فعل في I-N-G وديت القاعدة بتاعت interested in مهتم بي نقطة رابعة في الملاحظات help لما يجورها مفعول ممكن يجورها حاجة من الاتنين يأيما مصدر على طول يأيما to والمصدر وما فيش فرق في المعنى والاتنين زيبا لما أقول we help poor people نحن مساعد الفقراء الفقراء هنا مفعول live happy life أو to live a happy life والاتنين صح تمام التعبيرات الهامة بقى important expressions and prepositions أول حق عندي هنا يقول write in the off بيجورها إما مصدر أو هنا بيجورها فعل في نجي أو اسم يفعل في نجي يا اسم write in order يكتب بترتي learn about the past يتعلم عن الماضي play أو do a sport يمارس رياضة twice a week مرتين في الأسبوع بعد كده نكمل التعبيرات اللغوية do art يكون بالرسم تعالين في المفروض فينا مسافة في النص do مسافة art has no time ليس لديه وقت get angry يغضب shout at يصح فيه at the end of في نهاية do math يحل مسائل الرياضيات make good decisions يتخذ قرارات جيدة no lot about يعرف الكثير عن feel hungry يشعر بالجوع feel happy يشعر بالسعاد نجي بعد كده نصر ريدنج في لسونس 3 هنا طبعا اسمه all about me يعني كل شيء عني هنا أول حاجة وحب يكام عن نفسه يعني في بقول إيه hi my name is yunis أنا اسم يونس I've got short dark curly hair أنا عندي شعري يعني curly وداكن وقصير I live in Alexandria with my mom dad and the two brothers أنا عايش في اسكندريا مع ماما وبابا وأخين my favorite school subject is history المادة المفضلة عندي هي التاريخ ملاحظين هو بيكلم عن حيات وعن نفسه I love learning about the boss أنا بحب أتعلم حاجات عن الماضي I like math بحب طبعا الرياضيات and science والعلوم too أيضا I don't like art بحبش الرسم because I am not very good at drawing or painting لإني مش كويس جدا في الرسم أو التلوين I often play sport after school غالبا بلعب الرياضة بعد المدرسة my favorite sport is basketball رياضة المفضلة هي لعبة كرت السلة I am good at it وانا كويس فيها because I am tall and not wheel and I can jump high وستطيعنا نقفز حالي جدا I like swimming بحب السباحة too أيضا I go swimming twice a week ورح مرس السباحة مرتين في الأسبوع at home في المنزل I like reading أحب القراءة and playing video games ولا يبقى لعب لإيه الفيديو أو لعب لكمبيوتر I don't like watching TV ما أحبش أتراجع على تلفزيون I think it is boring أعتقد أنه ممل عندك حق تمام ننجي بقى النص الريدينج التاني اللي هو اسمه يبقى Alice's Adventures in Wonderland مغامرات Alice في بلاد العجاج تمام هنبدأ أنا نكره طبعا نقول للمعنى بتاع الكلمات أول حاجة Alice's Adventures in Wonderland is a famous children's story طبعا دي قصة مشهورة يعني القصة Alice في بلاد العجاج ده قصة كل الأطفال مشهورة Alice's Adventure begins طبعا القصة دي بدأت إمتى when she goes to Wonderland لما راح ما كان اسمه Wonderland Alice thinks that Alice بتعتقد إني إيه بقى Wonderland is interesting بتعتقد أن المكان ده رائع but it is a strange place لكنه مكان غريب she is a sensible girl هي إنسانة أو بنت يعني إذا يقوله عقلة وحكيمة but she does not understand Wonderland لكنها مش قادرة تفهم Wonderland اللي هي المدينة يعني مش ده الحياة بتاعتها وإزاي تحرك فيها وكلام ده كل Alice is also brave Alice شجع and clever وماهرة she meets a lot of interesting characters هي بتقابل شخصيات رائعة كتير Alice often sees زوايط رابت ألف غالبا Alice كانت غالبا بتشوف الأرنب الأبيض زوايط رابت is very basic كانت دائما مشغول and he is usually very late وكانت عادة بيقى متأخر he always runs fast وكانت دائما بيقرب سرعة the cheshire cat is a funny animal وطعا لطا تشيشاير كانت ايه كانت كتة سيقوله ميه funny he has got a big smile كان ليب سما كبيرة and he is very friendly وكان دائما ودود he tells Alice about Wonderland طبعا هو أخبر Alice عن Wonderland and helps her to find different places and the characters وساعدها طبعا نيتاجد أماكن مختلفة وشخصيات مختلفة the queen of hearts وملكة القلوب is not very nice مكانتش لطيف she is a scary person كان شخص مخيف she is always angry كان دائما غضبانا and she shouts أتبي يقوله كان بتزعلي الناس كتير Alice is brave Alice كانت شجاعة so she is not frightened of her وما كانتش بتخاف منها at the end of the story في نهاية القصة all the characters help Alice كل الشخصيات ساعدت Alice so she can go home again لذلك استطعت أنها تعود إلى المنزل مرة أخرى تمام جيد دلوقتي بقدرنا مع حل أسئلة على الجود الخاص بكلمات بتاع lesson three lessons three and four تمام وقف الفيديو عجزء لزهر قدامك حل الأسئلة دلوحدك ارجع شغل الفيديو تاني عشان تعرف الحل الصح ايه وتعرف كمان السبب بتاع الحل ويريد تطمئنا على مستواك في الكومنس في التعليقات الناس الشاطرين اللي بتفعلوا معنا يكتبوننا ما شاء الله درجات جميلة جدا يريد تكتب لي جبت كم من 16 في الكلمات بتاعت lessons three and four تمام أول حاجة هنا number one he was wearing a هو كان يرتدي a hat everyone was looking at him كل واحد كان بيبص عليه إذن الكوبعة اللي كان لابسها كانت ايه كانت strange غريب عشان كده كل الناس بسطله number two the word نوعات has the same meaning as frightening كلمة ايه طبعا لها نفس المعنى بتاع كلمة frightening frightening يعني ايه يعني مخيف برضو كلمة scary معناها مخيف وما ل scared لا دي معناها خايف طب afraid برضو معناها خايف فانا عايز اللي بيخاوف نفسه يبقى المخيف تمام number three our teacher gets نوعات when we don't do our homework المدرسين بتوعنا او المدرس بتاعنا gets ايه طبعا هنا gets angry يعني يغضب امتى بقى لما لقىنا مش عامليني الواقب number four he likes with watercolors وطبعا بيحب ايه طبعا with watercolors هايزولك انه بيحب يلون طبعا بالالوان المية يبقى يبقى تمام number five i read alice's in wonderland which is a wonderful children's story ايزولك انا قرأت مغامرات alice في بلاد العقائب وديت قصة اطفال رائعة يباسمها ايه alice's adventures مغامرات number six a noot is a person in a book or a film الشخص اللي موجود في الكتاب او الفيلم يباسمها شخصية يبقى يبقى character letter a number seven i like adventure stories they are انا بحب الكتصص المغامرة ليه لانها ايه طبعا لانها exciting مثيرة لانها مغامرات يبقى فها اثارة تمام number eight i love learning about how things work انا بحب اتعلم كيف او هتعلمش اشياء عن ايه كيف تعمل الاشياء so i love انا بحب مادة ايه كده انا بحب مادة العلوم يبقى science تمام number nine عاد الامام is the not character in the new film عاد الامام يعتبر الشخصية الرئيسية في الفيلم الجديد يبقى the main character main يعني رئيسي number ten brave is the opposite of brave عكسها ايه طبعا عكسها cowardly يعني جبان brave يعني شجاع وكاوردلي يعني جبان number eleven a woman who rules a country is called السيدة اللي بتحكم بلد معينة بتسمى ايه طبعا تسمى ملكة يبقى ايه queen تمام number twelve هنا طبعا السيلة على definition ساعة تعريفات a note is a website on which someone writes regularly ضموك شخص شخص ما بيكتفي بنتظام it's like an online diary هو يشبه المدونة online يبقى هنا ايه طبعا بكلام على حاجة اسمها بلوغ تمام number thirteen means to be good at learning things معناها أن تكون يعني جيدا في ايه في تعلم الاشياء يبقى هنا تبقى ايه طبعا هنا أبقى clever ماهر number fourteen good teachers always good decisions مدرسين جيدين دائما بيتخذوا القرارات الصائبة يبقى ايه يبقى make good decisions number fifteen she likes art يبقى تحب ايه تحب طبعا الرسم يبقى ايه يبقى doing arts لأن كلمة art بيجمعها do number sixteen how often do you go to the library يعني كم مرة بتروح المكتب قالك not a week هنا طبعا هتبقى ايه twice اوي طبعا لما السؤال بتاع how often بجاوب عليه اما once او twice وطبعا هنا twice يعني مرتين تمام نيجي بعد كالك قصة الخاص بlanguage بgrammar هنا دعو عن grammar بسط جدا بس ركز فيه بقى قولك فيه بعض الافعال ممكن يجورها اسم او ing يجورها ايه اسم او ايه او ing ايه الافعال ديت زي كلمة مثلا like كلمة love enjoy prefer don't like hate dislike طلب يجورهم الفعل ing او اسم مثلا i like swimming هنا قاب لها ing بعد like they don't like watching the v هما لم يشاهدوا التلفاز هني برضو جاب وراها ing selma like سماس لما بتحب الرياضيات جاب هنا وراها اسم she loves learning about the past تحب تعلم اشياء عن الماضي learning هنا فعل ing بعد love she doesn't like painting تحب الرسم او التلوين جاب painting بعد like تمام هنا برضو بقول لي لما تجي تسأل بفعل المساعد باستخدام الافعال بجيب do or does في الاول تمام do or does في الاول عشان معناها هل مثلا اجيب بعدها طبعا بفعل وبعا like or of او اي فعل من الفعل اللي تعال هدل بات هل انت تحب لابد التنس yes i do او no i don't does she like playing tennis yes she does او no she doesn't تمام بعد كده يقول لك انت برضو في صفات ممكن ايه الصفات دي زي كلمة good at جايت في interested in يعني مهتم بي bad at سيء في بيجو رأ في الاول مثلا احمد is good at english احمد جايت في اللغة الانجليزية هده is interested in reading adventure stories هده مهتمة بقراءة قصص المغامرة بس خلي بالك الافعال اللي قلت علىها لو جي قبلهم لابسترو في دي هيجي وراها المصدر مش اي نجي المرات هو يا ود ان يقود سيارة صغيرة طب لو شلت كلمة هتبقى على طول من غير يبقى لو اجيب طول يا جماعة اجيب ايه اجيب طول ما اجيبتش طول اجيب اي نجي على طول تمام نجي نحلي بقى سيلة على الجزء الخاص هنحلي حوالي 18 سؤال حاول توقف الفيديو على الجزء قدامك حل الأسئلة لوحدك ارجع شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجتسألتك صح ولا غلط وكمان عشان تعرف السبب بتاع الحل نبدأ مع اول حاجة والتيارة تطمنوني في التعليقات جبتوا كام من 18 في الجرامر بتاع نبدأ مع اول حاجة نمبر دينا تحب ايه احنا تحب تحب التلوين بطريقة كبيرة جدا نمبر نوها لا تحب السباحة نوها تاخد لا تاخد لانه نوها مفرد ويجي معها الاسم مفرد هي وشي ويت او اسم مفرد نمبر 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 نقاط انا لا احب ايه طبعا انا لا احب الطيران ايه بتحب الشركة بالطيار يعني نمبر نمبر طبعا ده سؤال فرد التعليقات لها yes she does ايوه هي تفعل اذا بدل الاجابة فها yes she does يبقى السؤال بدأ بايه بدأ بضز يبقى لتوار بي يبقى does she like watching a tv نمبر 5 انا لا احب ايه ألعب الكمبيوتر لايك برضو بيقى ارى فعل في ايه اي ني جي يبقى بلايين كومبيوتر جيمز نمبر 6 هي لا تحب البقاء متأخرة يبقى doesn't ايه doesn't like يبقى لتوار ايه تمام نمبر 7 هو يفضل هي حل الرياضية طبع هنا بيقى 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 ايه اي ني جي تمام نمبر ايد هودا لا تستمتع اكشن فيلمز لأفلام الاكشن طبع احنا قلنا بيقى بيقى بردوها فعل اي ني جي تمام يبقى نمبر 9 زيد لايك طبعا هنا بصرف يبقى زيد لايك كومبيوتر جيمز هنا هود لايك ايه ايه لايك تو زيد المصدر افتكر ايه لايك تو اقرأ وصوق القلب اللي تحتاخد طبعا حسب القعدة نمبر 1 هي انجوي listen to her grandpa's stories هذه اللي هي بتستمتع بالاستماع الى قصص جدها اولا هنا كلمة listen غلط مفرط يبقى ايه مش كلمة enjoy اللي هيستمتع بيقى رفع يبقى مفرط يبقى listening تمام نمبر 2 انا مهتم بالرسم اسمع انتريس ايه لايك اسمع انتريس ان تمام يبقى ان نمبر 3 هل هي تحب لعبة شطرانك هولينا طبعا ايه كلمة بيقى رفع بيقى لايك لايك بيقى رفع ايه انجي يبقى هتبقى ايه تبقى تمام نمبر 4 احنا قلنا كلمة لايك بيقى رفع رفع ايه انجي يبقى ترافل هتبقى خيباكو انت بتكتب تمام كده هتطاعي في الحرف ال ال تخلى ايه ضبل ال اي انجي بعدها تمام نمبر 5 هل تفضل ركوب الدرجات طبعا اكلمة بيقى رفع في ايه اي انجي بس يا نصر في عندنا would قبلها يبقى المفروض تبقى to write يبقى would you prefer اقول هنا to ورح كاتب ايه write يعني انها مش تبقى write الوحدة يبقى هنا تبقى to write تمام نبقى اكتب هنا to write نمبر 7 بليغ is interested in listens بليغ مهتم ب listens المفروض تبقى listening ليه عشان كلمة interested صفة مع حرف تمام يبقى listening number 8 انا بقرة المشي في الشمس في الصيف طبعا تبقى زي كلمة لايك تمام نجي نحل بقى كلمات اول سؤال المحادس واتفقنا في سؤال المحادس بعمل ايه لازم اكون اخبالي من الخطوات تكوين السؤال فبكتب انا خطوات تكوين السؤال الاول خمس خطوات ايه هما فاعل مساعد فاعل فاعل اساسي تكمل تمام دول خمس خطوات لازم ان تكون اعرفهم وتكتبهم في المكان الفاضل عندك ده طيب النقطة التانية انا بحل المحادس بعمل بقرأ الجملة او العنوان اللي موجودة في الاول يقول لي احمد عن رياضات المفضلة طيب بعد كده النقطة التالتة يروح قرأ المحادسة كلها من غير ما حل ولا كلمة ممكن اقرأها مرة او اتنين حسب ما يطر عليها طيب وبعدين ابدأ اقرأها كمان مرة وابدأ حل سؤال باجاب تمام لما عرفنا ان احمد بيسأل على ايه على رياضة المفضلة فبيقول له ايه يا رياضة المفضلة فعلق طبعا رد عليه وقال له نقط انا مش عارف بلعب ايه بس انت لو كملت هتجد ان هو بيحب رياضة البسكتبول فممكن اكتب هنا اقول ايه يعني كرة السلة هي رياضة المفضلة فاحمد قال له طبعا انت كويس فيها ايه اكيد طبعا اللي بيقى كويس وكرة السلة يتوفر فيه صفتين يعني الطول والسرعة والقوة والحاجات دي فممكن يقول له هنا ايه بيقوز اي ام طول اند فاص وحاجة كمان هنا مهم يا جماعة اي سؤال يبدأ بكلمة واي اللي جاب على طول تبدأ بكلمة بيقوز فقول له لماذا انت جيد فيها قال له لان ايه طول اند فاص طويل وسريع تمام فاحمد سأل سؤال تاني او تالت بقى رد عليه عليه قال له انا بلعب كرة السلة في النادي يبقى كده هيسأل على ايه على المكان فاكرين بس على المكان بايه يترى بوير ولا بوين لا باسأل بوير يبقى هنا رح كاتب هنا وير بعد وير انا عدتك خطوة يكون السؤال في المساعدة الاول هتلاقي فيه هنا ام ويزوار في جملة مفيش فهتطر يجب من عندي يا دو يا دز تمام لان هنا جملة مدارة طب بالفعل بلاي في اس لا طب لو كان في اس كنت جبت يا دز ما فيهش اس هعمل ايه هجيب دو يبقى هنا والاي تحاول الى وبقى كلمة تمام فطبعا نحن ما تسأل سؤال بعد كده قال له وقول من اول ما تلاقي كلمة يعني مرتين قالها لكم من شوية يبقى اكيد سؤالك هيبدأ بايه يبقى هنا ممكن اكتبوا ليه ونفس الكلام هجيب بعد فعلا مساعد ففيش فعلا مساعد في الاجابة ولا ام ولا فهجيب يا دو يا دز وبلاي مصدر بتاخد دو والاي هتحول الى ايه الى يو وبقى كده بسكتبول كده تمام يعني كم مرة بتلعب اللعبة دي تمام فطبعا ما قال له مرتين احمد قال له ممكن يلعب معك اكيد طبعا هيقول له ايه اكيد هي وفقة طبعا ياس شور او ممكن يقول له ياس يو كان او ياس نجيب بعد كالسؤال خاص بالقطع هنقرأ القطع ونحلل الأساء عليه هنا يقول لي طبعا تاني قصة في بلد العجاب دي قصة طبعا ايه قصة طبعا ايه قصة طبعا اطفال مشهورة وهنا يقول هاد عمدها مغامرات كتيرة طبعا in wonderland she made a lot of interesting characters قبلت شخصيات رائعة wonderland was strange طبعا مدينة وندرلاند كانت غريبة but interesting place for Alice لكن كان مكان ممتع مش غيرك بالنسبة لاليس كانت بنت ماهرة وشجاعة وعاقلة أو حكيمة she met a white or the white rabbit قبلت الأرنب لابيض that was always late but ran fast اللي كان دايما بيقى متأخر لكنه كان بيجري بسرعة that chishire cat was a funny animal كان طبعا that chishire 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 which helped Alice to find different places كان ساعد Alice في مكان مختلف and the characters and the characters and the characters and the characters the queen of hearts the queen of hearts was a scary person كان شخصة مخيف and she shouted at people like بتزعلي الناس but Alice wasn't frightened of her لكن Alice ما كانتش بتخاف منها at the end of the story في نهاية القصة all the characters helped Alice كل شخصيات طبعا ساعدت Alice so she could go home again لذلك استطعت انها تعود الى المنزل مرة اخر تمام نشوف الاسئلة بتاعت القصة بقى اول سؤال what does this passage you talk about يطر القصة دي بتكلم على ايه طبعا Alice's adventures in Wonderland يعني مغامرة Alice في بلد العجي number two how did that chishire cat help Alice طب القط that chishire ده ساعد Alice ازاي طبعا انتوا فاكرين طبعا ساعدتا طبعا ساعدتا انها تجد اماكن مختلفة وشخصيات مختلفة number three why do you think Alice was brave ليه بتعتقد ان Alice كانت شجاعة طبعا لما ترجع لابكات تعتقد انها ما كانتش بتخاف من مين من ملكة القلوب فممكن رأيه because she wasn't afraid of the queen of hearts طبعا قالوا انها queen of hearts كان بتزع لكل وكان كل بخاف منها لكن هنا Alice ما كانتش بتخاف من ملكة القلوب بعد اخت number four the character is اسوأ شخصية في القصة كانت مين بتزع للناس كلها اللي هي من طبعا the queen of hearts تمام number five the underlined word shouted means said معنى كده كلمة اقولك الكلمة اللي تحتاجها خط اللي اسمها shouted معنى ايه معنى ان هي هتقول الكلام بايه يعني وكلمة سيد انها قالت قالت ايه slowly happily calmly loudly طبعا loudly ما هو واحد بيصيح يبقى بيكلم بصوت عالي loudly number six the underlined pronoun she refers to كلمة تشاه في القطع كانتش يشير الى مين لما ترجع القطع اعتقد ان الشي كانتش يشير الى Alice تمام نجد بعد اختار they love about signs ما بيحب وميتعلموا ايه عندي العلوم طبعا هنا كلمة love بيجار هالفعل في ing number two do you live هل تعيش في القاهرة قالك yes i طبعا السؤال بدء بيضو يبقى الاجابة فيها do تمام يبقى is i do number three a not person makes good decisions بيتخذ قرارات صائبة طبعا عند الشخص الحكيم والعاقلي but sensible بترسي number four when احمد is angry لما احمد بيكون غضبان he at people بيعدي زعر للناس يبقى he shouts at people number five does tuka playing tennis هل بتلعب tennis طبعا هنا قلنا في السؤال بتاع do does قلنا does فاعل مصدر يبقى ايه ايبقى like بس لتور d تمام number six i'm always abducted انا دائما طبعا بخاف من الكلاب يبقى ايه انا اللي بخاف ولا بخاف لأنا اللي بخاف يبقى i'm always frightened تمام لكن الكلاب نفسها تبقى frightening مخيفة لكن انا frightened خائف تمام number seven يونس doesn't like watching the review يونس ما بيحبش يتفرق على التلفاز اللي بقى because he thinks it is لانه بيعتقد انه ايه اكيد طبعا boring يبقى دي صفة ممل ايه مش بيقول هو بيحبش فرائعة الفاز عشان هو جميل ولا مثير ولا شيك ولا رائح لا طبعا يبقى انا ممل number eight i don't like because i am not good at painting انا بيحبش ايه لان انا مش كويس في التلوين والرسم يبقى اكيد art مادة الرسم number nine teaches us many things about the past طبعا يعلمنا اشياء كتيرة عن الماضي مادة ايديا طبعا هنا history التاريخ تمام number ten you can write some information in your post ممكن تكتب بعض المعلومات فين في blog post اللي المدونة تمام بعد كالسؤال الرابع read and correct the underlined words اكرا او صح الكلمات احتاخد اول حاجة number one how often do he play football طبعا هنا كلمة هي ما بتاخد شدو ما بتاخد ايه بتاخد ضز يبقى فروض بينكو سينا راح كاتب ايه ضز تمام طبعا انا خلاها يا صمول انا طبعا مش فاول الكلام does تمام number two are you interested in read احنا قلنا interested in بيها صفة مع حرف جر بيجرها فعلي في ايه i n g تمام يبقى reading number three i am not very good at draw انا لا تجيد في يرسم ولا الرسم بالرسم يبقى جود قد برضو بيجرها فعلي في ايه i n g تمام drawing number four he would like going طبعا احنا رونا would like اسمها ايه تحفظوها كده would like to يبقى هتبقى وباقي هكتب كلمة go من غير i n g تمام بعد كده سؤال براجراف فكتب براجراف من تمامين كلمة عن ايه a famous children's story قصة اطفال مشهورة طبعا البراجراف ده ما تجواب في اخر الكتاب ممكن ترجع له تجيب منه عناصر وكتب هو كان بيكلم على مغامرات في بعض العجاية ولو عايز ايه اصفصار اكتبه في comments في تعليقات نجيب نجيب على lessons five and six نقرأ الكلمات المهمة موجودة فيه او الحاجة best friend best friend classroom classroom secret secret wheelchair storm personality appearance appearance اول حاجة اول حاجة انا بقول لي كلمة طبعا جاب لي خمس كلمات فيه في لستة وجاب لي اربع جمل طبعا فيه كلمة زيادة وحطوا كلمة المناسبة في المكان المناسب appearance مظهر صفة best secret number one people who can't walk use a ناسها ما بتقدرش تمشي بتستخدم اي to move عشان تتحرك به طبعا بتستخدم زي ما قلنا wheelchair لهو كورسي متحرك تمام دي number one number two you should look after your well تجب انت اعتنب ايه كويس تمام لازم اعتنب مظهري يبين ايه appearance تمام number three don't tell people about your personal information لا تخبر الناس عن معلوماتك الشخصية it is a دي تعتبر it's a طبعا هنا it's a secret دي تعت معلومات شخصية دي number three سر يعني number four he is very friendly هو طبعا هو dude طبعا is my best friend يبين ايه تبقى number four best تمام باقي طبعا بيقول لي lesson five اول حاجة نرى كلمة بقى call call pull pull نعمل العالمين island انا ما نطقتش الاس لانا الاس هنا silent ما نطقهاش island island review review join join connect connect بقى تصرفات العفعال الغير منتظمة speak spoke spoken speak spoke spoken التعريفات بعد كده together معنها معن يعني with one or more people مع واحد او اكتر wheelie chair كرس متحرك a chair هو كرس طبعا with wheels ليه عجل for people هو كانت وقل الناس مقدر اشتيمشي appearance مظهر what the person looks like طبعا اللي الشخص بيبدو عليه personality شخصية what the person is like الشخصية الفرض نفسه يعني hobbies what the person likes doing طبعا اللي الشخص بيحب يعمل اسمها هواياته تمام الملاحظات اللغوية بقى كلمة travel و travel around travel يعني يسافر لدولة اخرى او بلد تانية احمد traveled to france last week يعني احمد سافر الى فرنسا الاسبوع الماضي كلمة travel around يتجول من السهل الباسل اللي هو يسافر حول او يتجول حول العالم تمام يبا travel يسافر لكن travel around يتجول الملاحظة التانية معناها يعني هو شخص لديه الكثير من المرح مرحي جدا يعني بعدك الملاحظة التالتة بذلك ان تستخدم كلمات عشان طبعا ايه تربط الافكار كلمات زي ايه يقولك زي كلمة and because ناخد واحدة واحدة كده and باستخدمها للعطف او الاضافة لما اقول he goes to all of his lessons and we have lunch together هو راح كل الحصص بتاعته ودروس بتاعته وبقى تغدينا مع بعض يبقى بيعطف عليها طيب هنا تستخدم but لربط الافكار المتنقدة يعني حاجات عكس بعضها but he is fast in his wheelchair لكنه سريح في الكرس المتحرك بتاعه نقطة تالتة نستخدم because عشان نربط السبب والنتيجة دائما because وراء السبب وقبلها نتيجة I like باسل انا بحب باسل because he is a lot of fun انه مرح جدا او شخص مرح يبقى ايه اللي خلانا احب باسل انه شخص مرح تمام دي متى السبب نقطة الرابعة في الملاحظات who's who is او who's برضو نفس النقط لما تبقى ايه ابوصر في اس على طول طبعا هوز الاولانية لمن او ملك من دي اتأدت استفهام بتسعى الملكي لما اقول who's باك is this يعني ملك من هزي الحقيبة فقال it's دي ملك علي طب لما اقول who is يبقى who is your best friend علي من يكون صدق المفضل قال له ايه قال له علي تمام النقطة الخامسة it's لما اجيبه رأى صفة for بجيب دون مربة فور واسم اطور مصدر it is not easy for to travel around the city يبقى ليس المناسة على باسل انه يتجول في المدينة it's important for هالة من المهم الهالة to study hard انها تكتاعد في المذاكر تمام بعد كده important expressions and propositions هروف جرها موتع برات هامة اول حاجة انا بقول لي in a wheelchair في كرسي متحرك different from متخلف او مختلف هنا مختلف عن work on a boat يعمل على مركب on the island على الجزيرة do things يكون بأداء اشياء difficult for صعب على make sure يتأكد get things يحصل على الاشياء far from home بعيدا عن المنزل be written by كتبه بواسطة a book by كتاب تم تأليفه عن طريق مثلا اسم الشخص نجي بعد كده الجزء الخاص بالمهارات هنتكلم على reading هنا بيقول لي my best friend is called باسل يعني صدق المفضل اسم باسل he has good straight hair and brown eyes صعر طبعا مفروض وكمان لي عينين له لنهبوني he is kind هو طيب and he is funny أو very funny وكمان هو مرح جدا he likes reading بحب القراءة and playing video games ولعب الألعاب لعب الفيديو أو لعب الكمبيوتر يعني those are my favorite hobbies ودي هواياتي باسل has got a wheelie chair باسل طبعا عنده كرس متحرك because he can't walk لانه وقدرش يمشي it is not easy for باسل to travel around school طبعا ليس من السهل على باسل انه هو يتجول في المدرسة i open doors for باسل انا بفتحه الابواب and i help him to get things in the classroom وبساعده عشان يحصل على الأشياء في الفصل باسل زويلية chair is not usually a problem كرس المتحرك بتاع باسل ليس عادة مشكلة ليبا we do a lot of things بنلعب كرس قدم in the playground في الملعب باسل can't run ما بيدرش يجري but he is fast in his wheelchair لكنه سريع في ركوب الكرس المتحرك بتاعه تمام بعدك يقول لي i like باسل انا بحبي باسل because he is a lot of fun لانه مرح i am very happy وانا سعيد that he is my best friend وليانه هو طبعا ايه صديقي في آخر كتب ايه فادي 12 يعني اللي كتب موضوع ده اسمه فادي عنده 12 سنة نجد بقى نحل اسئلة على الجزء الخاص اللي فده بتاع الكلمات في الليسون 5 and 6 اول حاجة نقول لي there was a strong so all the boat's trips were cancelled yesterday والكان فيه قوي جدا لذلك كل رحلات القارب تم إلغاؤها بالامس ايه اللي ممكن إلغى الرحلات القارب في المية طبعا العواصف يبقى ستور مع صفة number two our teacher has an attractive all students like him المدرس بتاعنا ليه ايه جذاب كل طلاب يحبوه يبقى طبعا الشخصيته جذابة يبقى personality تمام لتورسي number three people who can't walk الناس لا بدرش تمشي can use a to travel around ممكن يستخدموه عشان يتجولو به طبعا ويلي تشير كورسو متحرك number four you shouldn't tell people about your لا يجب أن تخبر الناس عن ايه about your secrets عن اسرارك يبقى دات لتوردي تمام number five I like Basil because he is a lot of حيزوه لأنا بحب باسل لأنه ايه طبعا مرح جدا يبقى he is a lot of fun هو شخص مرح number six محمد صلاح ليفربول فوتبول كلاب in twenty eighteen محمد صلاح التحق بفريق ليفربول لكرت القدم سالة الفين وطمانتاشر يبقى ايه joined number seven my favorite book is treasure island هذا الكتاب المفضل يسمى جزيرة الكنز يبقى ايه يبقى cold لطر ايه number eight after the ship sank بعد السفينة مغرقت او وصلت في الماء يعني he swam to an nearby surrounded by water هو سبحة الى ايه قريب او مجاور محاط بالمياه ايه اللي بيقى محاط بالمياه من كل واحد يسبحه لو السفينة بتاعته طبعا الجزيرة يبقى island تمام number nine short stories الكتاب القصر القصير helps young children بتساعد الشباب improve their language يحسنهم لغتهم طبعا هنا ايه طبعا كراءة الكتاب القصر القصير يبقى letter c reading number ten علي is told but his mother is short علي تقول لك الممط قصيرة they are يبقى هم ايه طبعا هم كده مختلفين يبقى they are different number eleven not means with one or more people طبعا معناها مع واحد او اكتر من شخص يبقى ايه يبقى معا together number twelve are what the person likes doing ده اللي الشخص بيحب يعمله يبقى اسمها ايه هوايات يبقى letter b hobbies number thirteen traveling in the rush hour يعني عايزوا لك التجول في القاهرة اه في ساعة الزروة is not easy لا يسهل ايه بقى ساعة الزروة اللي يمكن ذهاب الموظفين للعمل الصبح او عودة الموظفين من العمل من الساعة واحدة كده للساعة ثلاثة اربعة كده بيقى زحمة جدا يبقى اسمها traveling ايه traveling around التجول number fourteen children who can't walk can a lot of things using wheelchairs الاطفال طبعا بيدرش يمشوا ممكن طبعا a lot of things يعملوا اشياء كتيرة مسخدمين الكورس المتحرك يبقى كان can do a lot of things يبقى letter c تمام number fifteen باسل can't walk باسل ما بيترش يمشي it's not easy him to travel around the school لا يسعى من السعر عليه انه يتجاول في المدرسة يبقى it's not easy a for him letter b number sixteen this is an exciting book ده كتاب مثير it was written نجيب محفوظ تم كتابته بواسطة نجيب محفوظ يبقى ايه it was written by letter c تمام ننجل الجزء الخاص بالspeaking هنا بقول discussing your favorite book اتكلم مثلا ان هو اوامل منقش عن كتابك المفضل طبعا ايه بقول مثلا بحب نوع كتاب ايه هل هو السيركل تاريخي adventure المغامرة science علوم بعدك اكتب اسم المؤلف اسم الكتاب الشخصية الرئيسية اسمها شخصية فرعية يعني مش اساسية ايه اللي بتحب الشخصية دي زي ما كنا باخده في ايه تعالس من واندرلان وطبعا اسم الشخصية اللي بتحبها وليه بتحبها ودي افكار كلها محمد صلاح بجيب لي هنا الافكار حاولي حداشر فكرة عن الموضوع ده الافكار من الترجمة يريد تقرأها بتركيز وحاول تكتب موضوع عن النقطة دي عن هو شخص مشهور ولو عايز اي استفسار اكتبولي في الكومنس في تحليقات اسفل الفيديو وارد عليك في قرب وقت ان شاء الله نجي بقى نحلها اسئلة عامة اول حاجة طبعا سؤال الاستماع واتفقنا عشان تحيل سؤال الاستماع لما تسمع المصر او المصر يرى لك الاستماع تبدأ تحليها تلاقي الموضوع بسيط بنسبة لك جدا وعندك نص الاستماع موجود في اخر الكتاب ممكن حد يقرأولك وتتضرب عليه تمام نحل احنا بقى سؤال المحادسة الموجود عندنا نمبر دو عشان نحل سؤال المحادسة كنت بعمل ايه قلت لازم تكون حافظ وفاكر خطوات تكون السؤال السؤال كان بيكون نكتبه من تحت بعضه هنا كده اول رقم واحد مثلا ادت السفام فاعل مساعد فاعل فاعل اساسي تكمله بعد كده بقرأ العنوان بتاع المحادسة اللي ما انا بيقولي ايه رامي وكمال بيكلموا عن المواد المفضلة عندهم تمام بعد كده النقطة التالت بعمل ايه بقرأ المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلمة عشان افهم المعنى العام بعدك اقرأها كمان مرة وابدأ احل سؤال باجابة تمام وممكن تكتب كلمة او اتنين رامي بيكلم مع مين مع سلام مع كمال عن مين عن مادته المفضلة او مادة المفضلة فرامي بيقول له ايه ايه مادة المفضلة يا كمان فقال له انا بيحب الانجليز وكذا طبعا هو انا مش عارف هو بيكلم على مادة ايه كامل بعد كده فقال له ايه انت لابتحب التاريخ يبقى هو بيحب الانجليز والايه كده هو بيحب الانجليز والتاريخ يبقى مفرضك تلو هنا كلمة ايه يبقى هنا كلمة history تمام يبقى هنا history لأنه أذكرها لي فين اللي تحت ليه هو بيحب التاريخ طب هنا أقول لي لماذا طب ليه أعرفتني لماذا يا مستر كامل كده لكي أتعلم لما تلاقش الإجابة بدأ كلمة بيكوز يعني أو كلمة to لأن to معناها لكي يبقى لازم سؤالك يبدأ بإيه أدت الصفة بسمها why لماذا تمام وكمال رح سأل سؤال الكريم بقى طب وينت يا رامي يبقى كمان لما أسأل بيرض على الرامي نفس السؤال اللي كان سألوه في الأول بتاع أو مادتك المفضلة طب هل ينفع أقول تاني بس هو ألزمني بسؤال مختصر طبعا إيه اللي بيجي مع باوت طبعا هتجي كلمة إيه يا إما هو وهنا ممكن نكتب الاتنين زي بعض يعني ماذا عنك يعني إيه الحاجة المفضلة عندك برضو أو المواد المفضلة عندك يمين يا رامي فرامي رد عليه قال له أنا بحب الرسم ودراسات الكمبيوتر أو مادة الكمبيوتر يبقى إيه وانا يا جماعة بجاوب على السؤال بتاع إيه مادتكم من فضلة بطريتين يا إما أقول كذا كمال بيقول له بتحب الكمبيوتر ليه؟ يعني بحب ألعب كمبيوتر إيه؟ طبعا كمبيوتر جيمز أحب ألعب ألعب كمبيوتر فعشان كده أنا كويس في المادة دي قال له قال له ده وأنا كمان قال له فانتاستيك رائع بعد كده قال له كمال قال له يلا نلعب مع بعض ألعاب الكمبيوتر تمام بعد كده يقول لي سؤال تشوز أول سؤال في رقم أو نمبر وان يعني في تشوز من المهم أنت تبقى إيه زي ألس تفكرين ألس كانت إيه؟ كانت كليفر وكانت بريف والصفات كويسة كتير فيها هنا اللي موجود طبعا كلمة بريف كانت شجاعة نمبر تو هو طبعا هو طيب تمام كده بعد كلمة كيند مش هنا الصفاتين زي بعض أيوة هل هنا فيه تضاد؟ لأ من فاشا جب بط طب هل فيه سبب ونتيجة برضو؟ لأ هل فيه نتيجة برضو زي كلمة عشان جب صور؟ هنا فيه عطف يبقى أن هو طيب وودود يبقى كلمة أن تمام نمبر ثري من المهم أجيب وراء إيه؟ طول مصدر يبقى هنا تبقى لترضي تودو سبورت ريجولارلي نمبر فور بيحب القراءة والألعاب الفيديو يبقى إيه؟ يبقى بلايينج فيديو جيمز نمبر فايف بس بس اللي عنده إيه؟ لأنه بيقدرش يمشي يبقى عنده كورسو متحرك نمبر سيكس ده مكان بنلعب فيه الألعاب الرياضية يبقى إيه المكان ده؟ طبعا ده هيبقى بلاي جراوند تمام بلاي جراوند عشان فيه إيه؟ ألعاب الرياضية طبعا مش ينفع لعب في مكانتنا غير الملعب بتاع المدرسة نمبر سيفن فيه تجاعد كده الشعر بتاعها يبقى الشعر إيه؟ كيرلي لتربيه تمام نمبر ايت شيء اللي بيقى مخفي عن الآخرين بنسميه إيه؟ طبعا ده سر يبقى لتر إيه؟ سكرت نمبر ناين بابا مشغول جدا هنا بيلعب العب الرياضية كل يوم مش كده فيه تناقض يبقى هنا تبقى كلمة بط يعني بابا مشغول جدا لكن بيلعب العب الرياضية كل يوم نمبر تن صديق المفضل عبد الرحمن لأنه بيساعدني كتير يبقى مفضل يعني إيه؟ كلمة بست بيتورديه تمام نيجب عن كده رامي بيحب البسكتبول إذن فيه تناقض يبقى المفضل هنا تبقى بط تمام نمبر ثو هو يود أن نحن هنا اللايك لوحدها بيقوا راه نجي لكن لو قابع بلاها ود يبقى تول مصدر يبقى تبقى 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 تمام نمبر ثري نيفين لافز بلاي تنس نيفين بتحب لعب التنس نحن هنا لاف و لايك و بريفير وهي تبقى تبقى هنا بلايين تمام نمبر ثور هاز يور فاظر جيتس نحن هنا هاز يور فاظر نحن هنا هاسمها إيه؟ هاز جوت فاكرين عندها أولاديه وهي هاف جوت طبعا هنا هتبقى إيه؟ هتبقى جوت تمام آخر زار عندنا النهاردة بيقول لي اكتب براقراف من كم كلمة؟ تمانين كلمة يعني مقال نقضي عن كتابك المفضل يعني اتكلم عن كتاب المفضل عندك مميزات وعيوبة وكلام ده كله الموضوع ده مكتوب في آخر الكتاب طبعا وازي ما قلنا حاول ما تغلطش في ولا الجرامر سيب ما سبب من الكلمات أول حرف من جرم آخر الجملة ولعندك أي استفسار اكتبه في التعليقات وهارض عليه في أربوات ان شاء الله احنا كده وصلنا لآخر حلقات النهاردة لو عجبك الفيديو وتنسى الشامل لايك للفيديو تشارك في القناة تفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروسة علمية اونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته